إذن مشاهدين لموضوعنا للرئيس اليوم فيسبوك تقتحم عالم المواعدة الإلكترونية فلم تكتفي الشركة بالسيطرة على عقلنا وحواسنا وأحيانا الأفكار بل تطمح الآن إلى السيطرة على القلوب أيضا فالأسبوع الماضي أعلن مارك زوغربيرد رئيس شركة فيسبوك عن خدمة تعارف ومواعدة من بين حزمة منتجات جديدة أخرى ستطلقها الشركة قريبا مرائه العديد من الخبراء مجازفة كبيرة ربما تنتهي بفضيحة أكبر وانتهاك أكثر جسامة لخصوصية المستخدمين فما إرشادات الأمان التي تعتزم الشركة تنفيذها لكسب ثقة المستخدمين مرة أخرى لاستعمال الخدمة الجديدة وهل هو فخ جديد للتوغل في حياتنا أكثر وأيضا هل يقع من يرغب في الحصول على شرك حياته في فخ فيسبوك بحلم الحب الكامل كما يدعى بعد أن شغل الناس والعقول فيسبوك سيدخل سباق القلوب مؤسس الشركة وربانا سفينتها مارك زوكربرغ أعلن أن الموقع الأزرق يخطط لإطلاق خدمة جديدة للمواعدة الخدمة ستستاذف أكثر من 200 مليون مستخدم ممن يبحثون عن شريك نعلن اليوم عن خاصية جديدة وهي المواعدة هدفنا هنا هو بناء علاقات حقيقية علاقات طويلة الأمد وليس فقط علاقات عابرة المفارقة أن هذا الإعلان جاء بعد فضيحة أقام الدنيا وسائل التواصل الاجتماعي ولم تقعدها ففيسبوك ومؤسسه زوكربرغ اتهموا بإساءة تعمال بيانات المستخدمين الشخصية بهدف تحقيق الربح والانتشار تهمة قد يصل صداها إلى المساحة الجديدة التي ينوي فيسبوك تأسيسها وما أن فكرة المواعدة والتعارف على فضاء الإنترنت ليست جديدة إلا أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى سوق واسعة يريد زوكربرغ لنفسه حصة منها إن كنتم تؤمنون مثل ما أؤمن أن يعطاء الناس صوتا أمر مهم فكذلك بناء العلاقات أمر مهم يعطينا الإحساس بالانتماء المهمة صعبة هنا محاولة لتقريب الناس من بعضها البعض وكما أقول دائما سنواصل البناء وبين من يرى في تطبيقات المواعدة وسيلة هامة للتعارف في زمن السرعة واللايكات ومن يرى في وسائل التواصل الاجتماعي شكل جديد من أشكال عبدية يدور النقاش ويتوسع أما فيسبوك فيبدو أنه عقد العزن على التوفيق بين الناس لا بالطرق التقليدية ولكن باللايكات واللغة التمات شاهدين للتعليق على هذا الموضوع أكثر نرحب معنا بالسيد غيث القرشي وهو متخصص في الأمن المعلوماتي وأيضا من عمان الدكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك غيث وأنت متخصص في الأمن المعلوماتي أريد أن نعرف رأيك في البداية بخدمة التعارف والمواعدة الجديدة الذي ينوي موقع فيسبوك أطلاقها مرة أخرى مساء الخير ومحاولات التصفح الآمن أهلا واحدة من الأمور التي خرج بها فيسبوك مؤخرا وهي أيضا مفارقة أثارت الدهشة عند الجميع على ما يبدو أن فيسبوك فعليا فيما حدث مؤخرا معه بعد فضيحة كامبرج أناليتيكا يحاول أن يقرب القلوب إليه كما قيل في التقرير هناك معلومة يجب أن ننتبه لها أن 90% تقريبا من المتواجدين على هذه الإمبراطورية الزرقاء هم من التين إيجنس يعني من الشباب وإن كان الآن هناك مراحل عمرية كثيرة بدأت تدخل وتخلق نفسها حسابات شخصية على الفيسبوك ولكن الشباب هم من بدأوا الاهتمام بهذا الموضوع ولذلك فعلى ما يبدو أن مارك يلعب على موضوع الشباب وموضوع العاطفة وموضوع الحب حتى يحاول أن يقلل من الغضب العارم الذي اشتاح وسائل التواصل الاجتماعي واشتاح هذه الدول نتيجة اختراق الخصوصية محاولة جديدة من مارك لها ما لها وعليها ما عليها نعم غيث سنعود إلى ما لها وما عليها أيضا وهناك من يقول بأنه يعني يعتبر فائز بعد خروجه من الاستجواب أمام جلسة مشتركة بمجلس الشيوخ وخاصة الإعلان الذي تم بعد فترة أذهب إلى الدكتور حسين الخزاعي من الأردن دكتور حسين يعني برأيك كما ذكرنا في موضوع التقرير أليس موضوع يمكن أن يكون اللعب على القلوب أكثر من موضوع العقول والسيطرة بعدما كان هناك فضائح لشركة فيسبوك وخاصة اختراق العديد من المعلومات والبيانات للأشخاص وشركة أنالتكا البريطانية وملايين الأشخاص يعني هذا اللعب برأيك هل فعلا ممكن أن يكون؟ هو بالتأكيد أولا يعني الآن فيسبوك بحاول أنه يتواصل مع العالم النشط الذي يستخدم الفيسبوك من خلال تقديم خدمات جديدة له ومحاولة إعادة الثقة بالخدمات التي كان يقدمها بعد الفضيحة التي سرقت حسابات شخصية إلى 87 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو يحاول أن يلعب على وتر الزواج الآن كما نعلم نحن الآن أن معظم دول العالم لا يوجد بها زواج وفيها تأقر زواج وفي بعض الدول في أعداد الإناث أكثر من أعداد الذكور وبعض الدول أعداد الذكور أكثر من أعداد الإناث في نسبة عنوسة كبيرة جدا في العالم فهو الآن حاول أن يقدم هذه الخدمة خدمة تعارف مواعدة من أجل ماذا؟ من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء غير المتزوجين الذين يبحثون عن شريك حياة لهم ويبحثون عن مستقبل ويبحثون عن حياة جديدة قد تكون لهم في المستقبل الآن أنا ما أتوقع إذا تم عملية ضبط لكن دكتور عذرا هذه الخدمة هناك الكثير من الأشخاص من يهتمون في هذا الموضوع هناك الكثير من الأشخاص مهتمين في هذا الموضوع لكن يمكن نجدر السؤال هنا إلى أهمية وعي الشارع العربي والشباب العربي والمستخدمين من الفيسبوك بموضوع الخصوصية هناك كثير يقول بأنه غير مهتم بهذا الموضوع الخصوصية ولا تهم هذه الأرقام إن كان 87 مليون أو حتى 100 مليون أو حتى طريقة التعامل لكن ما يهمه هو موضوع التعارف موضوع الوصول موضوع يمكن الفيسبوك بحد ذاته بالتأكيد أخي الكريمة لا أتفق معك يعني مش كل الشعوب أو كل المناطق اهتمت في موضوع عملية تسريب هذه البيانات 87 مليون حساب يعني معظمها كانت في أمريكا هذه الحسابات لم تتأثر بها منطقة الشرق الأوسط ولا أوروبا الآن الشيء اللي بدنا نأكد عليه نعم أنه فيسبوك تحاول أن تركز على موضوع خطير اللي هو موضوع عدم الزواج موضوع التعارف والتقارب العالمي ما بين الشعوب وخاصة الشباب الغير متزوجين الآن الذين يبحثون عن شريك حيالهم وأنا أسمح لي يعني أن أقول لك مثال الأوروبا الآن روسيا الصين الهند الوطن العربي كل هذه المناطق الآن تعاني من عدم الزواج وتعاني من وجود فتيات نسبة فتيات كبيرة جدا لم تتزوج الآن فأنا أتوقع أن يكون هناك إقبال بهدف الزواج أولا والهجرة بهدف السفر نعم يمكن بهدف يفتح الباب صحيح ويفتح الباب للشباب لموضوع الهجرة والسفر أيضا بالتأكيد الهجرة طيب سأعود إليك دكتور حسيني هذا موضوع مهم جدا نعم سبب الآن في عملية إيجاء تفضل سأعود إلى هذه النقطة لكن أريد أن أسأل غيث على كيف تعمل هذه أو هذا التطبيق أو هذه الألية الجديدة وكما ذكرت غيث هناك ما لها وما عليها ما لها وما عليها ما لها وما عليها سؤال مهم جدا بداية كما تفضل الدكتور الفيسبوك قام باستحداث هذه الخطوة كي يحقق ما يسمى بال ايديولوجيات معينة هذه الايديولوجيات تم تصميمها ليس عبثا هناك الكثير مما وراء هذه الخطوة هناك بعض الأمور التي نستطيع أن نقرأها كخبراء في عالم الاقتصاد مثل محاولة إيجاد قاعدة بيانات وقاعدة جماهرية جديدة تشجع الفيسبوك يعني بعد الفضيحة التي حصلت مع فيسبوك قام مارك باستحداث هذه الخطوة لاشتذاب عدد أكبر وعدد جديد من مؤيدين للفيسبوك لأن الفيسبوك أولا انخفضت أسهم السوقية بشكل كبير بعد هذه الفضيحة نتيجة الاختراق الخصوصية حتى يقوم مارك بتعويض هذه النقطة قام باستحداث هذه الآلية ونحن كما رأينا في التقرير عندما قام بإعلان هذا الأمر وهذه الخدمة جديدة يعني الكل هدف والكل رحض بهذا الموضوع لأنهم يرحبون بهذا الموضوع أنا باعتقاد الموضوع يتعدى قصة الزواج بل القصة ليست مجرد ارتباط هي فعلا هناك هدف اقتصادي مبدئيا عند مارك ويبدو أنه لديك بعض الايديولوجيات المختلفة الآن ما الذي حصل عليه فيسبوك قبل أن نتكلم عن ذلك هناك واحدة من أكبر شركات المواعدة في العالم اسمه ماتشي جروب هذه واحدة من شركات كثيرة جدا كل منها يستطيع الآن أن نقوم بفتح لكن هذه الشركة انخفضت حوالي 22% بعد إعلان زوغربرغ مباشرة تماما بعد الإعلان مباشرة قامت هذه انخفضت هذه الأسهم وهذا طبعا لمصلحة فيسبوك لماذا انخفضت الأسهم لأن الكثير في داخله يعتقد أن قدرة فيسبوك على توغلي في جميع الكونتاكت والأسماء والأشخاص والمعارف هذا يشكل نوع من أنواع الربط فبالتالي عندما أدرك أن هناك شبكة ما تستطيع الربط بين كل معلوماتك ومعلومات الأصدقاء وأرقام هواتفهم إلى آخره هذا يعطيني نوع من مصداقية الاقتراح الذي يقدمه فيسبوك لاحقا فيما يتعلق بالشريك المستقبلي يعني اللي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفه بالإضافة لهذا الموضوع هناك أيضا الكثير من السلبيات التي سوف يتعرضها فيسبوك من خلال هذا الموضوع هذا أيضا موضوع شائق جدا طيب سنتحدث عن موضوع السلبيات وسأعود إليك وأيضا سأعود إلى الدكتور حسين الخزاعي بما أنك تحدثت عن الأرقام سنعرض بعض الأرقام مشاهدين نتوقف عند بعض الأرقام عن سوق العالم لمواقع طبعا هذه المزاودة ثم نواصل النقاش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أعود إلى الدكتور حسين دكتور حسين هناك من يرى هذه الخدمة الجديدة أو هذا التطبيق بأنه وسيلة هامة للتعارف وكما ذكروا أيضا في موضوع سرعة هذا الزمن وأيضا اللايكات لكن هناك أيضا على الجانب الآخر من يرى شكل جديد من أشكال العبودية أخي الكريم أنا أعتبرها أولا هي خطوة أو خدمة جديدة سيقوم بها فيسبوك من أجل ماذا إعادة الثقة في الخدمات التي كان يقدمها مسبقا الموضوع أنا باعتقادي رح ينجح إذا تم عمل ضوابط من قبل فيسبوك للمستخدمين الآن فيسبوك عنده خطوات قام فيها مثلا على سبيل المثال خدمة الإنترنت المجاني خدمة الإنترنت من خلال الكبين اللي موجودة بالشوارع اللي بدأت الآن في لندن على سبيل المثال في بريطانيا عملية نشر الإنترنت لأربعة وخمسين بالمئة من سكان الكوكب الكرة الأرضية الآن في ظل وجود خليني أحكي في ظل وجود دول وهذه الدول عدد الذكور فيها يتضاعف أو يزيد عن عدد الإناك مثل دول الخريج العربي الآن نعم دول الوطن العربي عدد الذكور أكثر من عدد الإنات أنت تخيل في منطقة الخليج لكل ميتين وسبعين ذكر في مئة أنثى في نقص بالفتيات عندنا في الهند أيضا هذا الكلام موجود في الصين موجود في روسيا موجود في أوروبا ما في زواج ماذا سنفعل الآن سيكون الأدف الأول الهجرة اثنين البحث عن شريكة عمر منظمة وأنا أتوقع من فيسبوك أن يقوم بتنظيم هذه العملية وخاصة أنه الدرس أو الخطأ الذي يقع فيه من خلال سحب البيانات الشخصية للمستفدين ما سيقع فيه مرة تانية سيعمل عملية حفظ وأمان للبيانات من خلال ممكن نعم دكتور باسورد معين يعطى للفتاة أو يعطى للشب هذه قضية كثير مهمة أكيد أكيد دكتور لكن لماذا نعتبر الموضوع موجه نعم دكتور ذكرت أنت أرقام وذكرت موضوع أرقام أرقام كبيرة في العالم العربي لكن لماذا نعتبرها دايما موجهة إلى موضوع المجتمعات العربية وخاصة المجتمعات الأوروبا نعم يعني على العكس المجتمعات الأوروبية هما نسبة النساء أكبر بكثير من نسبة الذكور وهذا شيء معروف أريد فقط بتعليق برأيك دكتور يعني ذكرت أنه ممكن هذه الخدمة أن تنجح برأيك هل ممكن أن تكون يعني مدفوعة أو بشكل مجاني كما يتحدث البعض ويسأل عن هذه الخدمة على أساس أنه أغلب المواقع المسؤولة عن هذه الموضوع أو التي تتحدث عن دور أن تقوم بدور الخطابة يمكن أن تكون مدفوعة هي شوف المواقع اللي موجودة الآن موجود مواقع تعارف أنا شفتها بعض هذه المواقع في أمريكيا وفي بعض الدول الأوروبية مدفوعة لكن أنا أتوقع من فيسبوك أنه أن لا تكون مدفوعة لأن فيسبوك بهمه الآن صحيح يحافظ على عدد الرواد أو على عدد المستخدمين الجدد الداخلين الجدد نعم دكتور سأذهب إلى سأذهب إلى ليش الوطن العربي الوطن العربي يا أخي سأذهب إلى يعني الدوحة لأستغل أكثر وقت ممكن دكتور وأسأل غيث غيث برأيك موضوع الضوابط التي تحدث عنها الدكتور حسين وأيضا موضوع كيف يمكن لفيسبوك أن تلمع من صورتها وأن تعيد الثقة إلى مستخدميها وخاصة بموضوع هذا موضوع مثير للاهتمام كما ذكر الدكتور حسين الخزاعي يعني نقول أن الموضوع ليس سهلا أبدا يعني على خلاف ما يراه الجميع بصورته الظاهرة أن فيسبوك تقوم بمحاولة خلق خدمة نبيلة إضافة إلى تطبيقات كثيرة أو خدمات كثيرة تقدمها أيضا مثل إحدى الخدمات التي تعهد مارك فعليا بمساعدة حفظ الخصوصية من خلالها هو عبارة عن بوتون أو زر وهو كلير هستوري وهو فعليا بعد تصفحك في مكان ما يجب تستطيع أن تنظف جميع أو تمحو جميع التواريخ لكن غير يعني الشركة أو المؤسسة يمكن أو الشركة لا تستطيع أن تتحمل فضيحة أخرى هي طبعا لا تستطيع أن تتحمل ولكن ما أريد قوله أن الموضوع ليس بالسهل أو كما يبدو لماذا أنت فعليا ما الذي حدث في الفضائح السابقة تبع فيسبوك المشكلة أن فيسبوك أنكرت تماما أنها قدمت شيء متعمد هي قدمت معلومات عامة يضعها الجميع على صفحاتهم الشخصية ولكن تم استغلالها بطريقة مختلفة هذا الموضوع إلا وعلاقة بالخبف التكنولوجي وهي شركات البيك داتا وشركات ما هي التخوفات من هذا التطبيق الجديد تصل من خلالها إلى رغبات معينة المشكلة الكبرى أن أنت تتعامل مع فيسبوك بشكل عاطفي مستقبلا من خلال هذه الخدمة هذه المنصة سوف تستطيع أن تتعرف إلى رغباتك حتى تجاه الطرف الآخر أنا مثلا أحب أنثى بهذا الشكل بهذا الطول بهذا اللباس هذه أيضا أمور أمور مهمة وهي بيانات مهمة جدا سوف تباع بعد فترة من الزمن يعني كانت هذه الضربة مهمة من قبل مارك لتقوية موقفه أمام شريحة جديدة ولكن في نفس الوقت أنا باعتقادي شخصي وتحليل شخصي هي عبارة عن ضربة جديدة فيها الكثير من الأمور المبطنة ولا نستطيع إلى الآن مارك على فكرة لم يتعهد مئة بالمئة سوف يقوم بحل جميع المشاكل أنا باعتقادي أن هذه الخدمة سوف تفتح مشاكل أخلاقية سوف تفتح مشاكل مع الدول لها علاقة بالهجرة ولها علاقة ببعض القوانين إضافة إلى مشاكل تقنية حدثت في كامبرج وقد تتكرر مرة أخرى طيب دكتور حسين موضوع الفيسبوك وكما ذكرت أنت أيضا بالتحديد بأنه فعلا موضوع يؤثر على الحياة الاجتماعية وخاصة للشباب وكما ذكرنا نحن أيضا في المقدمة بأنه يسيطر على القلوب بعدما سيطر يمكن على العقول لكن التعامل معه بشكل عاطفي أيضا وهل من شأنه فعلا أن يخلق أو يجد مشاكل أخلاقية اجتماعية بين هذا الشباب الغير يمكن مهتم بموضوع الخصوصية طبعا بالتأكيد أخي الكريم إذا كان فيه أولا إذا ما كان فيه صدق في التعامل وفي الاستخدام وفي إعطاء البيانات للطرف الآخر من قبل الطرفين من قبل الفتاة ومن قبل الذكر الآن الثنين بدون يعطوا بيانات صادقة الثنين بدون تكون أهدافهم نبيلة بدون تكون مشاعرهم أيضا كمان صادقة وأهدافهم صادقة في هذه الحالة بينجح أما إذا كانت هناك فيه خفايا وأهداف مبطنة مثل الهدف الهجرة والعمل والنزوح وقد تكون عمل مشاكل إرهابية على سبيل المثال ما نخشى ما نخشى دكتور أن يلعب فيسبوك على المشاعر أكثر من موضوع العقول يعني هذه مشكلة أخرى نعم بالتأكيد والتأكيد وهذا الحكي أخي الكريم في الماضي إذا منرجع كانت وسيل كان الفيسبوك وسيل التعارف ما بين الشباب وما بين الفتيات في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض الدول لما كانوا الشباب يطلعوا للدول هذه ويحصلوا على التأشيرات كانوا يواجهوا أو يواجهوا في أن هناك صحيح حقائق غير الحقائق التي كانت على الأرض وصلت الفكرة أريد أن أسأل أريد أن أسأل غيث ولو بشكل يعني 30 ثانية لو ممكن بعض النصائح وخاصة للمستخدمين أنت متخصص في الأمن المعلوماتي النصيح الأهم هي محاولة الاهتمام 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 بكل ما تقوم بنشره على الفيسبوك الاهتمام بكل ما تقوم بالمشاركة به الكلابريشن هذا شيء مهم جدا عندما تصلنا هذه الخدمة يجب أن نتعامل معها بحذر شديد شديد جدا يعني لا يجب أن نضع جميع معلوماتنا ولا يجب أن نثق فقط أن نلحق نزواتنا ورغباتنا في الموضوع يجب أن نكون أكثر حكمة في التعامل مع هذه الخدمات الجديدة من فيسبوك لأنني أنا أحذر جميع الشباب وجميع البنات يعني نحن في إحدى الحلقات السابقة تم عرض تقرير من إحدى الدول العربية على محاولات الابتزاز صحيح وتحدثنا في هذا الموضوع الجريمة الإلكترونية الجريمة الإلكترونية نعم صحيح يعني هذه الخدمة جديدة سوف تفتح أفاق جديدة للجريمة الإلكترونية نعم على كل أشكرك جزيل الشكر غيث القرشي كنت معنا من الدوحة متخصص في الأمنة المعلوماتي وأيضا الشكر موصول للدكتور سين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع للتعليق على موضوع الفيسبوك ودوره كخطابة شاهدين فاصل قصير نتابع من بعد باقي فقرات البرنامج وفي فضيحة جنسية تحجب جائزة نوبل للأدب فما أبعاد هذه الخطة ثقافيا وسياسيا الإجابة تأتيكم في شباك الثقافة الحكم على الشاعر الفلسطينية دارين ترطور بتهمة التحريض على العنف التفاصيل في شباك فلسطين الأكروبات في السودان في شباك الفنون ترجمة نانسي قنقر